اشتركوا في القناة النهاردة تحمل الرقم 911 من ملك وكتابة في لقاء الاثنين والمهندس عدلي استبدل الفوضى الخلاقة كما ارادوها المنطقة الى الفوضى الهدامة اديك ربط اهل الشر في العالم عندما ارادوا ان يسيطروا على الشرق الاوسط صدروا لنا فكرة الفوضى الخلاقة انسف حمامك القديم اخلص من كل الانزمة ونبني انظمة ديمقراطية جديدة تبتدي تنعم بالحرية والديمقراطية شأن العالم المتحضر ساقتلك دفاعا عن حقه في الحياة هذا امر من اعجب فاخترعونا لفظ الفوضى الخلاقة ايه مطلعش هي تبان فوضى وشوات ناس وانقلاباته وحرب اهلية بس هتخلق حاجة لكن هي هتسفر عنه لا الكرة مصرية وش بقى ما بتتجملش تصدر الينا الفوضى الهدامة في كل عناصر اللعبة التشكيك في مصدقية كل عناصر اللعبة وبعضها او معظمها يستحق عشان كده مدام بعضها او معظمها يستحق كانت هذه الحلقة وتلك ابرز عنوينها درع لبيب لما المنطق غيب طيب واخو الجهالة في الشقاوة ينعم لكن عادي انت في الاهل عشور في مرمى التربص واخيرا وايه كمان يا دكتور كمان طيب قبل ما ندخل على اولى الفقرات ودرع اديب لما المنطق يغيب عايز اقول لكم النهاردة المنتخب الوطني بيواصل تدريباته بعد ما نبمله لعب النادي الاهلي اعضاء المنتخب اللي اختارهم الكابتن حسام حسن وحيسافروا كمان يومين ان شاء الله تعالى الى الرأس الاخضر للقاء فريقها في الجولة قبل الاخيرة لتصفيات الامم الافريقية البطولة اللي المنتخب تقريبا ضمن التآهل الى نهائياتها اللي هتقام في المغرب نهاية عشرين خمسة وعشرين نعم الجزئية المهمة اللي لابد ان نشير اليها الاهلي في التزامه بالاجندة الدولية اللعيبة بتروح في المواعيد المقررة في الاجندة الدولية ودي نقطة نظام مهمة جدا اتمنى ان الكل يرعيها بعين الاحترام والاحتراف لانه اللعيبة تبقى لعبة مرشات كتيرة لما يكون عندها فرصة لالتقاط الانفاس يوم او يومين ما تستكترش عليهم الكلام ده ياخدوا اليوم او يومين ويروحوا في معادل الاجندة الدولية شأن كل اللعيبة من كل الدول بالذات لانه ده قرار الفيفا فييجي النادي الاهلي يلتزم انه لعبته تنضبط وتروح في المواعيد المقررة فياعتقد البعض ان الاهلي مش عايز يتعاون مع الجهاز الفني للمنتخب بالعكس لها اللي عنده كل التعاون مع الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وبيقدم لها كل المساعدة بس على الكل يلتزم بالنظام والمواعيد دي ما تزعلش حد واتمنى انه تنتهي نغمة ان انا لما ألتزم وانضبط بالمواعيد المقررة يتفهم ان انا بغلس او برخم او مش عايز اتعاون بالعكس التعاون في اقرار النظام وفي الحفاظ على حالة اللعيبة لان انا لما بحافظ على الحالة البدنية لللعيب بتاعي هو اساسا خدمة للمنتخب وللنادي مع بعض فياريت نقطة النظام دي في البداية نحطها في الاعتبار النهاردة الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقيا باشموندس حدد مواعيد دوري الابطال الاهل في الشهر ده يعني بعد ما المنتخب يلعب مع ابن سوانا يوم تسعتاشر هتستقنى في مباريات الدوري الاهل يلعب يوم اتنين وعشرين الشهر ده مع الاتحاد السكندري بس عنده يوم ستة وعشرين ضربة البداية في دور المجموعات مع ستاد ابيتجان الافواري في القاهرة هتبقى ستة مساء يوم اتنين وعشرين او عفوا اتنين وعشرين اتنين وعشرين مع الاتحاد السكندري في الدوري ستة وعشرين مع ستاد ابيتجان انما سبعة يعني بعد حداشر اتناشر يوم الاهل على موعد مع جنوب افريقيا ارلاندو بيرتس الاهل في الجولة التانية في جنوب افريقيا واختروا لها الساعة تلاتة العصر ومش عايزوا الجمهور بتاعنا يروح لسكت ان هم بيختاروا لان بمراجعة الجدول بتاعهم هم وصندونز واضح ان هم بيلعبوا بالنهار على طول فمش بيتعمدوا يحطوا لنا المعاد نهارا النوع ده بالانف سيد ابراهيم اللي بتلعب بيسموه على عيبه ايوه ومن مسافات ايوه وتخدها عطاير ايوه جن ابو تريكا ويفكرك بيه بيه جن امام عشور ايه ها امام العين ايوه ولو رجعت في لاشباك بجون الكابتل الخطيب اه كان امام المرسى عمره مرتين اه عمره مرتين الجن ده ايوه وامام اعتقد الهلال السوداني ايوه اعتقد خارجه بره الـ 18 كده من مرة وفيرس تايم من مرة واحدة توم بالكورة تلبس وتطلع قذيفة لو متقنة وفي اطار الجن ما بيتعملش فيه حاجة بذلك هو بحس الفيرود المتمرس اللي جاب الجن ده بيلعبه وثقة منه في قدرات ابو تريكا من مرة واحدة ابو تريكا اه اه فالحقيقة دي الاهداف الممتعة اللي بتجيب بطولات تعيش في الزكرة وجوان خالدة صحية ممناسبة الكابت الخطيب وجه التهنئة رئيس النادي الاهلي الى بطلات كرة السلة في النادي لاحرازهن لقب السوبر المصري بطولة مهمة جدا الاهلي فاز مبارع على سبورتينج السكندري 73-61 في نهاية قوي جدا فريق السكندري فريق سبورتينج واحد من الفرق القوية في كرة السلة استحق فريق الاهلي تهنئة الكابتن محمود الخطيب اللي حرس على تهنئة لعبات الاهلي والجهاز الفني اشاد بالروح العالية للعبات الاهلي واسرارهن على افتتاح الموسم بلقب جديد يؤكد على التفوق المستحق خلال الفترة الاخيرة ده استمرار لهذا التفوق من هذا الفريق وقال الكابتن الخطيب ان التتويق بالسوبر المصري يحمل الفريق وجهازه الفني مسئولية كبيرة في البطولات القادمة للاستمرار في التواجد على منصات التتويق والحفاظ على المكان التي يستحقها النادي الاهلي شوفوا البطولة دي اهميتها ايه تأتي في اطار اعتذار نجمة النجمات مش في النادي الاهلي في افريقيا سوريا كابتن سوريا هيا لظروفة الشخصية والقسرية الناس كلها مترقبة هو الفريق ده تم تدعيمه وتعويضه ودعمه وبناءه ازاي البطولة دي ادتك المؤشر انه لقى كل شيء على ما يرام ولقفضله يقدمه هذا المستوى بإذن الله الفريق ده يكرر انجاز اللي حققه قبل كده ويمكن اكتر اي طيب بمناسبة منصات التتويج وبمناسبة اعياد الميلاد هذه الايام لعدد من النجوم النهاردة عيد ميلاد مدرب ماشي على خطة منو الجزية واعتقد هذا السويسري اللي سكن قلوب الاهلوية يستحق مننا مارسو الكولور النهاردة نقوله كل سنة وانت طيب خواجة عيد ميلاد في الاربعة وستين مارسو الكولور في مسيرته اربع بطولات لكن في سنتين اتنين وشهرين تقريبا بالزبط مع النادي الآلي اضاف لسجله كم بطولة حداشر بطولة حداشر بطولة حققها مارسو الكولور مع النادي الآلي وقد جاء اليه وفي خزنته اربع القاب فقط لكن هو ده النادي الآلي اللي بيقدر يختار مدرب كويس والمدرب اللي بيلاقي هذه البيئة اللي صالحة جدا ان انت تنتج فيها وتحقق كل هذه البطولات مارسو الكولور مصفحة بطولات اقليمية اه مارسو الكولور مية ستة وعشر مباراة مع الاهلي فاز الفريق معه في تلاتة وتسعين مباراة وتعادل في اتنين وعشر وتلقى احداشر هزيمة في مختلف البطولات منها كان فيلمينجو وريال مدريد في كاس العالم للاندية سجل الاهلي مع مارسو الكولور 245 هدف واستابل 79 هدف وقدر يحافظ على شباك الاهلي نظيفة في 74 مباراة حقق اكبر فوز امام البلدية كان 5 واحد لكن اعتقد في جعبة المدرب السويسري الكثير من الارقام القياسية اللي ادر يحافظ بها على مرات الفوز المتتالي على خوض دور الابطال الافريقي حتى النهاية بدون هزيمة يدخل فيه هدف واحد اعتقد ارقام قياسية كبيرة جدا مارسو الكولور بيطارد بيها الداهية البرتغالي منويل جوزيه جوزيه اللي وصل للقاهرة من يوميا حضر حفل تكريمه كايقونة المدربين في مصر مجل الديرجست الاستفتاء بتاعها منويل جوزيه ايقونة المدربين في مصر اعتقد هذا المدرب انه ياخد لقب اسطورة التدريب يستحقه كما يستحق مارسو الكولور النهاردة نقول له كل سنة وانت طيب ومزيد من النجاحات والتوفيق ان شاء الله الحاجتين اه انت وانت بتسرد نجاحات مارتين كولور بتسرد الوفاء معه مانويل جوزيه اي ده بيقول له ايه مانويل جوزيه خرج بجسده من اكثر من عشر سنين اي من نادي الان اي ولكنه ظل وجدانيا في قلوب عشاقه ومسئوليه وتاريخه محل تقييم وتقدير وفي كل مناسبة تستحق انه ييجي يكرم بييجي وبيلاقي الحفوة اللي ملاهاش يمكن في البرتغال كمان اها هو علاقته بالنادي الاهلي علاقة وكانه ولده لينجح مع الاهلي اي والاهلي يدرك تماما ان مجيء منويل جوزيه خصوصا في الولاية التانية جاء محملا بالوعود والامل التي تحققت في افضل صورة كل سنة ومارس الكولر طيب وكل سنة وهو مع النادي الاهلي باستمرار على منصات التتويج في مختلف البطولات طيب بقى لك معنا شوية مارتن هنشوف حاجات هنطلع الفاصل وبعد الفاصل هنشوف درعة اديب لما المنطق يغيب اهلا بحضراتكم من جديد الفترة اللي فاتت بكل احداثها الكروية الحقيقة فرضت على السطح الرياضي قضية مهمة جدا ما بين جدارة الاهلي بما يحققه من القاب وما بين الناس اللي بصة لكل بطولات الاهلي بنظرة مختلفة لكن الحقيقة اسوأ ما في الامر انه الكل بيغتال المنطق الكل بيغفل حقيقة عشان كده كانت الفقرة دي درعة اديب لما المنطق يغيب الساد عمر اديب موزيع التلفزيوني الشهير اللي كتير لما بيتحفن بتعليقاته كزمالكاوي بعد اي فوز للاهلي او بعد اي تراجع للزمالك او حتى بعد اي انتصار للزمالك بقراء تبدو مضحكة وكوميدية شوية لكنها تنطلع على الكتير من المعاني الضمنية اللي بيوجه فيها رسائل مهمة واحيانا ما تكون صعبة بشواندس تنطوي اه مش تنطلي تنطوي اه اه تنطلي يعني بنشرابها وفي ناس بتنطلع على البعض اه وهنا الخطورة اه ان عمر اديب وهو مضطر ان يبدو اه يعني بيهزر عشان يتحمل صدمة الناس متحفلش عليه يبدأ بنفسه اه اه لكن بمجرد ما يحقق انتصار تشهد شراسة في قلب الحقيقة من رجل اعلامي بمستوى وتأثيره يقول لك كلام بقى لو عايزه نفصصه نفصصه لو عايز نفصصه نفصصه ولذلك انا يا سيد ابراهيم انا مش عايز اشتغل ده بيقولي وارد عليه باستمرار انا عايزك انت اوحيط لي فكرة عايزين اشتغل عليها ما تيجي نجيب التاريخ ونحطه قدام الناس وكل واحد يصل للحقيقة باسلوبه طيب هنسمع الاساس عمراء اديب في اللي قاله تعليقا على موقف الاهل من القضية اللي شغالها دلوقتي الخاصة بالتحكيم والدوشة اللي اتنصبت فجأة ونرجع نشوف ازاي المنطق الناس دي بتغيبوا نسبة التحيز يا جماعة المسألة بسيطة هاتوا الاهل بكرة وانتولوا الدرع هلعيها نتعب نفسنا ومصاريف ولعيبة رايحة ولعيبة جاية هاتوا لقى لبكرة وانتولوا الدرع ما هو اهم عنصر في اللعبة دي العدل لو ما فيش عدل الكرة انا بابشر حضراتكم ان احنا على ابواب مصيبة كروية انا بقول لحضراتكم وبكرة تشوف كارثة كروية لان ده مش هينفع واللعبة دي مش هينفع تلعب في مسابقات دولية يعني مش هينفع تشوف في بطولة برة لانه خلاص اتعود يروح للحكم ويزعق له ويشوح له والحكم يسمع كلامه ويطبطب عليه في الاهل وفي الزمالك طب خلال ايه ايه الدوشة تعال يا عم الدرع بتاعك اهو الف سلامة ومتشكرين جدا انما هذا الامر لن يستقيم ما عندكش حكام هات حكام من برة والفرق تساهم بمبالغ وخلاص ايه اللي بيجرى ده هي فيه بلد الكرة فيه عاملة كده بالدراع وبالارهاب لا 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 مش هجبنا الحكام دول ما يجوش تاني بكرة يمشوا وبكرة اللجنة وقال كلها وبقى ايه طب ما نجيب بقى الحاجات ونسمع ونشوف طب وحنلعب ازاي النهاردة ما فيش ثقف حكم فخلاص كده اللعبة بازت اللعبة انتهت انتو بتدمروا الكرة المصرية تماما تماما وبمنا انا يعني موفق على كل اللي قاله الاستاذ عامري بس عايز اغير بعض الالفاظ انتو بتدمروا لازم يقول احنا بندمر هذا ينطوي عليه هو شخصيا في اللي بيعملوا ده الانفجار العمالي يقول لك هاتو حكام اجاني طب ما هو اللي قاله بتهاجم ما هو يا سيدي منك ومن الناس اللي في معسكرك عشان اللي قاله بيطلب حكام اجاني ما ايدي في ايدك اخويا ونجيب حكام اجاني بكلنا اتنين لو اعملنا منطق العدل مش عارف يحصل ايه هو منطق العدل ان التحكيم يتحيزلك بهذا المنظر وباستمرار وتحصل البطولات على فكرة يا أستاذ عمر احنا هنعمل بمنطق العدل وحنوريك البطولات الحلال والبطولات الحرام تماما تماما هذه دعوة لكل من يريد ان يحلل الدوري من تمال يا ربيعي لحد النهاردة والكاس ايه الكاس اخطر ايه لان الكاس دي ما قدش واقلب سموعة ضع علي اتنين كاس عشان نفسه في بطولة هتقوله الحكم اللي بيحبه السيد عمر اللي زعلان قوي وحانة من الغيرة على الكرة المصرية وعلى العدل ما كان بيحتفل وبيقول احنا واحنا لكن اذا هو هو زمالك الفترة اللي فات تكسب كان بتقوله مش بقوله احنا كسبنا خمسة غير افريقيا غير ها السنة دي كسبان اتنين افريقيا وابل كده كسب الدوري مرتين والكاس مرتين والصور مش عارف كام هو انت عايز انت بقصة ان الاهلي لو كسب بطولة يبقى ما تدوله تكسب بطولات ها على فكرة نسبة فوز الزمالك بالبطولات في الفترة دي ما عملهاش في حياته خد عقد عقد كده ما عملهاش في حياته ولكن الاستقرار انت بتيجي على عدم الاستقرار ها لان هناك من يلتزم ان يعوضك التزامات وش كده مش حنسيه مش حنسيه بالزمالك هو فيه نادي يقدر يساد الديون وهو مع خزنته فاضية مليار جنيه من غير ما غير اللي جاي من غير ما حد يقوله من اين هذا في وقت اندية تانية هو عامل صديقة ها بيتقفلق القيدة ها وما حد شواء في جنبك يعني لو اعملنا العقل يا ساذ عمر وانا اشكرك على دعوتك عشان تتذكر ان انت اللي طلبت النتيجة هتزدومك طيب ساذ عمر اديب بيقولك هات لا لا سننا انا في حاجة تانية وانا ابي محلش عشان ما اطعكش ايه قالت لاجنة التحكيم يا رجل ده انت وكلاتنبرج اللي حاكم الاجنبي اللي انت بتقول عايزين تحكيم اجنبي طلع رئيس النادي وطلع واحد من رموز النادي الاهلي احنا هنمشي كلاتنبرج زمالك من رموز الزمالك واحد من رموز الزمالك النادي الزمالك اه انا قلت ايه الاهلي لا كابتن جمالي عبد الحميد اه متسجلة اي احنا على فكرة هنمشي هنمشي كلاتنبرج قبل ما يمشي والرجل يعني يمشي بفضيحة تشويها مشي شويه صمعته صحيح فانت مش هتسيب حد اشتغل طول ما لا تحقق ما تريد فالمنبي ما تبقاش تملي تقلب الحقيقة وكأنك المضار لا يا حبيبي تعال نحسبها وانت معنا وانت معنا حلقة بحلقة وإفنت بإفنت وتاريخ بتاريخ وخش معنا يا صد عمر عشان ما تقولش ان احنا لا احنا حنجيب لك الحقيقة ونحطها قدامك لا حنقول رأينا بس انت بقى لو شفت الحقيقة وما اعترفتش بيها دا شأنك بقى طيب جزء من الحقيقة المهمة ان الناس دي عايزة تصدر صورة ذهنية خاطئة ضد النادي الاهلي اولا الادعاء بانه الاهلي دا هو الفتوة وهو اللي بتتغير له اللجنة وهو لما بيعترض على حاجة بكرة الصبح تتعمل دي مقولة باطل يراد بها باطل لانه الهدف منها تشويه الصورة وازهار المسألة ان الاهلي هو المسير الوحد لشؤون الكرة وده كلام مش صحيح ده كلام فيه قدر عالي جدا من الافترة والكذب لما الحقيقة انه اللي طلب رئيس اجنابي للجنة الحكام وخبير اجنابي يدور اللجنة هم كل الاندية تصوير المسألة على انه الاهلي بمجرد مغضب وشاور مشهولوا اللجنة ده كلام افترة وكذب الحاجة محمد مصلحي اللي جاب الحكام الخبراء دول مين خلينا بس اكمل الحاجة محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مش النادي الاهلي لما تكلم على اجتماع ربطة الاندية كان حاضر الكابتن خطيب وكان حاضر الكابتن حسين لبيب والحاجة محمد مصلحي وبقيت رؤساء الاندية مش الاهلي بس اللي اشترط انه يجي خبير اجنابي لجنة الحكام مش الاهلي بس اللي طلب عشان كده مشهول لجنة الحكام اهو استاذ عمر اسمع الحاج محمد مصلحي فعلا كنت حضرتك شاهد عين في اجتماع ربطة الاندية مع الكابتن الخطيب والكابت حسين لبيب على وجود رئيس لجن حكام اجنابي كان في جدوى اعمال هذا الاجتماع من ده ان جدوى الاعمال الاجتماع كان حاجة واضحة جدا جدا وانا اتكر الكلام اللي قاله كانت نحوض خطيب منها والنفذ الكلام اللي كانت تحسين لبيب وطيبا كل الاجتماع ده رسالة جال كانت موجودة انا اتفع على حاجة وده بشهادة الاجتاذ جمال علام رئيس حد الكورة وتم الاتفاق والاجتماع ده كان قبل بداية تبدأ رب حوالي اكتر من شخص ان يكن بتعيين لجنة جديدة اللي بكي حكام واللي يكون يقصها خبير اجنبي والجلام ده كان واضح جدا للجميع وكله اشاد بقرار قصص جمال علام بصراحة اه الوقت تعمل يمر ويمر بصراحة اه لغاية مغزام هاخد ابتدى الدور معلش معلش احبي انا اسف هو حضرك بتقوله كل اشاد بقرار القصص جمال علام القصص جمال العلام هو اللي اكترح ان هو اجنبي حضرك وما فيته لا لقاء العرب الموضوع كل وسائل ان يتم تغيير اجنة الحكام ايه خجير اجنبي اه وصد جمال العلام اقر الموضوع اقر الموضوع تمام وقال ان في الاجتماع يعني دي بفرصة اه ان احنا خلال الشهر كطب الشهر نتبع على اجهزة الدورة اه ان يتم اختيار اه خبير اجنبي لإدارة لجنة الحكام تمام شوفوا يعني ايه يا استاذ عمر لما يطلع الاستاذ محمد مصير حقولك بطلب جميع الاندية في الاجتماع وبإقرار من رئيس الاتحاد تم الاتفاق والوعد بقى ان يبقى في رئيس مش انت عايز تحكيم اجنبي الناس اتفت دمالنادي اللي قال بقى يلاقي محاولة للتنصل من هذا الوعد ومن هذا الاتفاق ويبعد ويبعد يذكر ويقولك لا احنا عايزين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ما تقوليش اطعت باللجنة اللي اطعت باللجنة تسريب من داخل الاتحاد كشف المصطوع بس اه دي الموضوع بسيط جدا وبالصدفة كانت مباراة ليه نادي اللي انت بتحبه لا الال يتدخل ولا صرب ولا عمل حاجة ولا الال حتى رأيه في الموضوع فانت ما تجيش عشان تداري على ازمة تقول كلام كأنك تخلق ازمة تبتلحة يا استاذ عمر الكرة دخلة على كارثة ايوة بهذا المنطق منطق لي الحقائق وترمي الاثام على حد بيجتهد ماشي مظبوط بيناضل بيتعرض لكل صنوف المقاومة عشان ما يكملش وبيكمل بس بيدراعه وبجهده الذاتي وبعزيمة اداراته وبنظامه المؤسسي اللي لازم بتعترفه بيه كلكم عندما يتحقق النجاح اصري هنا عمل مؤسسي طيب انت مش عايز تعترف شأنك انا مش هكبرك لكن العالم كله معترف والحمد لله الناس اللي ملاش علاقة مباشرة بنا شايفة والحمد لله لكن اني انا اقول لفلان ما تروح للدكتور انت بتشيكم يقول لك ده انا صحيت ابو انت حر لكن الناس شايفات كلها عندك مشكلة ما تحتفاش على غيرك يا أستاذ عمر الكرة دخل على كارثة لهذا الاسلوم طيب كلام الاستاذ عمر أديب انه ده ارهاب ارهاب للحكام وارهاب للجنة الحكام مبدئيا ديك شفت كلام الحج محمد مصلحي انه رؤساء الانديب بالاجماع هما اللي طلبوا خبير اجنبي وبارك الاستاذ جمال علام هذا المطلب فين الارهاب ثانيا الدعوة انك انت ما تجيب حكامة جانب لا ده الاهل اول واحد عملها الاهل كل موسم لما بيتخوف ويتوجس خيفة من بعض المباريات المهمة الاهل هو اللي بيبادر يطلب حكامة جانب وبيدفع الفلوس مؤدب واعتقد ده حصل في الموسم اللي فاته كلك وتبعته فالنادي الاهلي اخر حد تقدر تقول عليه بيمارس اي شيء من الارهاب للحكام بالعكس هي الجواب اللي مبعوط تذكير للتحاد الكرة بمطلب رؤساء الاندية جميعهم زي ما اقر الحج محمد مصلحي الإرهاب يا أستاذ إبراهيم هو ما يفعله قاله أستاذ عمر ها إنك انت تطلع وتلوح بأزمة ومشكلة وكانك وترميها على صاحب الموقف السليم دفاعا عن باطل تضموره أنت هو ده الإرهاب الإرهاب إنه طول كلام قادي الحقيقة بطول عكسه الإرهاب إنك انت فاكر إن بالزعيق والصوت العالي إنك انت حتستقطب الناس فيه ناس هتنبسط من كلامك طبعا بس الحمد لله ما هماش من من كطار ولا الناس اللي شايفه الحقيقة من فوق الحقيقة اللي برانة اللي بتشوف كل شيء واللي بيلعبوا دلوقتي دلوقتي جي منك يخلق لك معارضة هنا ومعارضة هنا ومعارضة برا ويغزوها بنفس المنطق اللي هنا لكن بتلاقي اللي يرد عليهم بالحقيقة يا صهاز إبراهيم لأنك انت تقدر وجهة النظر تلعب فيها لكن هتعمل ايه في الحقيقة ولا حاجة هنقدم لك الحقيقة يا صهاز عمر طيب الحقيقة كمان شفنا رئيس نادي الاتحاد السكندر وبيتكلم مع زميل سيف زاهر وبيقرب الحقيقة الحقيقة في الشكوى من التحكيم كانت كمان من النادي الإسماعيلي اللي قدم شكوى رسمية للجنة الحكام والاتحاد الكرة على مستوى التحكيم في المسابقة في المباريتين اللي تلعبوا وده الاحتجاج او ده المذكرة اللي بعثها النادي الإسماعيلي اللي بيبدي فيها استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق ويطالب المجلس بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه خاصة وكذا وبيقول ويبدو أن لجنة الحكام مصر على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة وبيقول النادي الإسماعيلي في بيانه او في شكواه والنادي الإسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة وبيهدد المجلس بتعليق المشاركة بصوا وصلت لفين شكوا النادي الإسماعيلي بيقول أن المجلس يهدد بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار ويهيب المجلس بجماهير النادي المخلصة المسندة للفريق إذن ده موقف الإسماعيلي في شكوى مريرة من التحكيم مين اللي بيعمل إرهاب مين اللي بيشتكي مين اللي بيهدد مين اللي بيستجاب ليه الأهلي برضو لا ولم الأهلي يقولك نتيج كل ده ما تجيبونا حكام أجانب حتى لما بيغلطوا بننقب أنفسنا عن هذا الكلام لا نهاجم الآن هو ده الإرهاب أنتو هاجم المنطقة الفطرة السليمة وقفت عند الاتحاد مع الحج محمد مصلحي وقفت عند الإسماعيلي في شكوى صريحة لا استمرت مع كل الأندية وأصدر نادي سموحة أيضا خطابا إلى السيد الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصر الكرة القدم وإلى السيد الكابتن ياسر عبد الرؤوف بوصفة الرئيس الجديد للجنة الحكام بيقول الخطاب نهدي سياداتكم أسمى التحيات وكذا يرجى التكرم بالعلم بأن الأخطاء التحكمية أثرت تأثيرا مباشرا على نتيجة مباراة مين؟ سموحة والزمالك يا أستاذ عمر سموحة والزمالك شوف مين اللي استفاد من أخطاء التحكيم شوف الشكوى الفعلية من سموحة أنه أخطاء التحكيم سموحة بيقوله أثرت تأثير مباشر في نتيجة المباراة وعلى فكرة ده اللي أقروا خبراء التحكيم في التحليلات بتاعتهم بيقول النادي نهدي سموحة لذا يرجى التكرم بالعلم بتأكيد نهدي سموحة على احترامه الكامل لتحكيم المصري ونحيط علم سياداتكم بأن نهدي سموحة يطلب عدم إسناد أي مباراة نهدي سموحة الطرف فيها للحكام القاتي أسماءهم كابتن طارق مجدي والكابتن عمر الشناوي والكابتن محمود ناجي لارتكابه العديد من الأخطاء التحكمية المتكررة في مباراة سابقة ده واخد محمود ناجي على سابقة أعمال سابقة سواء حكم ساحة أو حكاء أو حكم رابع أو حكم فيديو أثناء مباراة شموحة في الدور وفي الكاس وفي كاس الرب سماهم بالإسم لأنه واحد زي الكابتن عمر الشناوي في غرفة الفار أول مرة نشوف حكم فار ما بيرسمش الخطوط ما ترسمش خط كاشف الأفصايد بتاع مصطفة شالبي بس حد طلع قالك الكهرباء أطعت يعني حاجة مرة الكتل شغال ومرة الكهرباء أطعت وده ما يحصلش يا أستاذ عمر الفيشة ما بتتشالش وتحط الكتل بتاع الشاي في مباراة الأهلي ما بيحصلش اللي انت شايفه من شكاوة صريحة ومريرة من نادي سموحة من نادي الإسماعيلي من قبله من نادي الاتحاد وكله يتقلك الأهلي هل الأهلي هو اللي بيشكو والأهلي هو اللي بيهدد والأهلي اللي هو عامل إرهاب الأهلي ما كانش الطرف في البلاء والسودة اللي حصلت دي كلها أعتقد ده كلام عشان تشوفه والدرع بتاع عمر أديب لما المنطق يغيب يتكلم إزاي الراجل ويوصف الأهلي اللي هو بيطالب الاتحاد بالالتزام بما اتفق عليه مع رؤساء الأندية كلهم هنطلع لفاصل بعد الفاصل في كلام كتير كمان عن درع أديب أهلا بحضراتكم من جديد إذن شفنا مين اللي بيشتكي من التحكيم والأهلي بيستند في موقفه على إيه على إجماع رؤساء الأندية بشهادة الحاج محمد مصيح وشفنا شكوى الإسماعيل وشفنا شكوى سموحة وشفنا كلام للتحاد السكندري يعني مش الأهلي اللي بيعمل للإرهاب ولا الكباب حصل بقى مباراة الزمالك اللي انفجرت فيها المشكلة بتاعة التسريب بتاعة صوت محمد عادل معميده السلامة في غرفة الفهر جات مباراة الأهلي زد لقينا الزميل إبراهيم عبد الجواد بيربط ديب دي ويسأل الناس هتقول إيه نسمع إبراهيم عبد الجواد ونشوف الرد احنا شفنا كلان اللي حصل الفترة اللي فاتت واللي عندي على الفكرة فيه كلام جتير هقول لحضراتكم دلوقتي اللي حصل الفترة اللي فاتت والنهاردة وعندنا على الفكرة اللقاء بننفرق بيه مع الكابتن ياسر عبد الرقوف رئيس لجلة الحكام الجديد ومع صاحب لقاء الزمالك والبنك الأهلي كابتن محمد عادل والقصص كلها اللي حضراتكم شايفينها ودرينين بيها لأنه لو تاخدوا بالحضراتكم اللي بيحصل دلوقتي إن فيه معايير أو فيه مفاهيم وقصص للمجتمع المصري عما لا بتتغير وبتتحول بقالها سنين وإحنا مش واخدين بالنا وبقينا بنستسغها وبنتعامل معاها إن هي عادية يعني دلوقتي النهاردة الناس اللي كانت شايفة إن كابتن محمد عادل مخطئ أو الناس اللي كانت شايفة إن كابتن محمد عادل ارتكب خطأا فيه لقاء الزمالك والبنك الأهلي بنفس المصطرة ونفس القياس هل الناس دي هتقول النهاردة على نفس الخطأ اللي حصل في مطش الأهلي وزيد إن هو خطأ ولا المصطرة مش تبقى موجودة يعني فيه مفاهيم ترساخت واخدين بالكم منها هي ترساخت واخدين بالكم منها قوي لأنها صناعة محكمة ونتحاسب وحدة وحدة لو عايزين لو عايزين شوفوا نفس الكرة اللي كل الخبراء المصريين قال لك دي ضربة جزاء على الأهلي هم هم السنة اللي فاتت أما كنت صالح الأهلي قال لك دي مش ضربة جزاء دي فاول على الأهلي هم هم في المطش اللي بعديه وانا يعني بكلم السادس إبراهيم لأنه بقى يعني يعني ساعة نفكر مع بعض كده بنوصل لحاجة يعني المطش اللي بعديه السادس إبراهيم نافس الكرة في مطش الزمالك طيب بما أنه زميلة العزيزة إبراهيم عبد الجواد سأل على المصطرة الواحدة أنا جاي له على المصطرة على فكرة بس نستنى شوية بنما الواقع اللي بيتكلم عليها مبدئيا نفس اللعبة اللي كانت في مباراة سموحة والزمالك اللي تلعبت الجمعة 8 نوفمبر يعني من يومين 3 كانت في الدقيقة 49 من المباراة الحاكم حسابها الضربة حرة مباشرة لصالح لعب الزمالك رغم أنه لعب سموحة لعب الكرة طيب شوف عبد الكريم الوادي مع عمر جابر ها شوفوا دي انت بتعمل ايه فين المصطرة الوحدة فين المصطرة الوحدة بجد مين اللي لمس الكرة هنا عبد الكريم الوادي فين المصطرة الوحدة ما دمنا يعني حنشتغل بقى حصة حساب بقى انت عايش رأيه انت عايش رأيه لما يكون المدافع بيتهيأ لتشريط الكرة والمهاجم يمد رجله قدامه حيود رجله فين يعني انت عارف كرة النادي اللي اهل ايه المهاجم ما كانش بيلعب الكرة في اتجاه المرمى حتى ده واخدها برا وكوكة بيشتتها بيدخلها الملعب يعني ما كانش عنده مبرر لا هي في حوزة المهاجم يناخدها ويلف عجون ولا حاجة ابدا طيب شفت الكرة عبدالكريم الوادي وعمر جابر شفتوها ثابتة ويريتها تشوفوها تاني دلوقتي بعد اذنكم عشان تتأكدوا من شكل اللعبة بالزبط عشان مسترة اخونا ابراهيم عبدالجواد ما تزعلش عشان والله احنا اللي بنطالب بالمسترة الوحدة احنا بقالنا زمان بنطالب بالمسترة الوحدة شايفين دي طيب شوفوا بقى في مباراة الاهلي عشان انتوا تبقوا عارفين انو المسترة الوحدة مش موجودة واللي بيدار من غياب المسترة الوحدة دي والله الاهلي مش اي حد تاني طيب إذن للزميل إبراهيم عبد الجواد إيه رأيك في المصطرة نفس اللعبة بالنفس الفرقتين في موسمين واربعة مين المدار في القرار من المدار لكن لو عايزين نفرد المصطرة المصطرة المحلية والمصطرة الأجنبية تقريبا معظم خبراءنا المحليين قال لك زد له ضربة جزاء وإنه رجل كوكا اعتدت على رجل رشيد لعب زد وإنه الحاكم ظلم زد وإنه كان يستحق ضربة جزاء معظمهم على فكرة أجمع على كده عشان تعرفوا إن احنا ما عندناش بضاعة كويسة عشان تعرفوا إن المحلل لما يتجرد من الهوى والانتماء والمصلحة وخدمة حد لصالح حد ضد حد مع حد عشان حاجة الأمر بيتغير ما فيه حد من خبراء التحكيم الأجانب والعرب اتعرضت عليه اللعبة بتاعة الأهل وزد الأخيرة إلا وقال لك ما فياش أي حاجة بل إن منهم اللي قال بفول لصالح الأحمر قال لك فول لصالح الأحمر بصوا بقى موقع بطولات ده اللي انتوا شايفين صورته سأل الحاكم الأسباني الدولي السابق ألفونسو بيريز يورول اللي قدر مباريات كتيرة حتى لعب برشلونة والريال حاليا هو محلل تحكيمي لصحيفة ماركة الأسبانية الشهيرة حكم أهل وزمالك في نهاية كاس مصر 2007 بالمناسبة اللي انتهى أربعة ثلاثة المباراة المصيرة قوي الرجل ده لما شاف اللقطة دي تبعته هالو موقع بطولات قال لهم وفقا لما شاهدته في تلك الحالة فالمدافع بيستعد لتشريط الكرة اللي هو لعب النادي الأهلي وفي نفس اللحظة وضع المهاجم قدمه لا أعتقد أنها ركلة جزاء لأن المدافع ليس لديه الوقت لوقف تشريط الكرة لا يوجد أي نية للإزاء من قبل المدافع مع العلم قال أن هذه الحالات ليست بها فرص للتسجيل عليك أنا أضع عليه أنه بيشتت لبرة اه ايه رأيكم؟ ده رأي خبير أسباني دولي كبير شاف اللقطة بس مجرد من الهوى والغرض فقال اللي أنتوا سمعتوه ده الخبراء تحكمنا وللناس بتوع المسطرة الوحدة وقفت عند ألفونسو بيريز لا حاكم الدولة جمال الشريف كابتن خالد الغندور بسرعة هات جمال الشريف وواضح أن الرجل كان بيومن النفس في ضربة شريفة جداً تقفل الليلة وقولك شوفته أهل يا جمال الشريف الغندور جاب جمال الشريف وياريت ما جابه لأنه تقريباً قال كلام ما أسعدهوش نسبة أحنا عند ردك حضرك عندك حالة النادي الأهلي النهاردة؟ على طول سهل سهل جداً فضلك سهل جداً لو يترك جزاء دقيقة السابعة والثمانين محمود ناجي تحدي القرارة صحيحاً بسم غيريز اللاعب رشيد أحمد استطاع أن لاعب جزي أعتقد رحمة 21 تحرك بقدمه بأقصى مدى قدمه الجمع وثاقه الجمع إلى أقصى حدود لكي يستطيع أن يغنز الكرة برأس قدمه ويبعبها عن أحمد مجيز كوكا الذي كان يحاول أن يلعب الكرة بيسرى هنا عندما يمد اللاعب قدمه إلى أقصى الحدود وبالتالي يصل إلى الكرة برأس القدم القدم هنا ليس لديه الإمكانية أن تبقى على نفس سوية أو تستكح سوف تتقص مباشرة إلى الأكثال هنا صادفت قدم لاعب الأهلي وقام بحضفت القدم قدم رشيد أحمد بالتعب القدم على وجه القدم ومن ثم تابعت حركتها إلى الأمام فقامت أيضا بمنامجة الرئيس القدم اليسرى للاعب الأهلي نوجد بمخالفة كل اللاعبين يتحركان بسجاء المناقصة على الكرة وصل رشيد أحمد لم يقع أو يركل أحمد مجيز قدم رشيد بينما قدم رشيد هي التي سقطت وهذا الطبيعي لأن بعد أن تلعب الكرة سوف تتقص الكرة لعامل الجاذبية إلى الأسفل وهذا ما حصل بالتالي قرار الحجم طيب طيب النتيجة قولاً واحداً ما فيش ضرب الجزاء وإذا كان فيه حاجة بفاول للزع لأن المدافع كان السعيد اللي تشتيته الكرة ما كانش لسه في المهاجم قرر أنه يشترك والتاني بيلف عشان يلعب حط رجله فقال لك الله طب حيود رجله فيه ده واخد القرار بالمرجعة وخلصت فما فيش وقرار ناجي قرار سليم يبقى دي اتنين واحد أسباني وواحد عربي محايد طيب ما دومنا ماشيين بالمسترة واحدة بقى مع أخونا إبراهيم عبد الجواد إبراهيم آخر بقى إبراهيم فايق فريق إعداده في الامبسي تواصل مع خبير تحكيم دولي آخر عرض عليه الحالة وكانت دي النتيجة طبعنا في الإعداد تواصله مع الخبير التحكيمي السويسري أورسماير مين أورسماير ده؟ الرجل ده أضار مباراة كاس العالم 98 و2002 وإنهاء دوري أبطال أوروبا 2002 ونسختين يورو 2004 تواصلنا معه صباح الخير عايزين نعرف من نسياتك الحالة بتاعة مباراة الأهلي في الدية 88 وبعتنا له الحالة فالراجل كان رده هذه الكرة ليست ركلة جزاء لأن اللاعب الذي يرتدي القميص الأسود رقم 27 ارتكب المخالفة لذا فهي ركلة حرة للفريق الأحمر ده الخبير التحكيمي أورسماير طيب ليه تعليقين راجل عالمي دولي عمل كاس نهيات كاس أوروبا وكاس العالم برضو وصل نفس النتيجة مفيش ضربة جزاء لكن إحنا هو اللي عرضناه ده مش بيجاب على تساؤل أستاذ إبراهيم عبد الجواد حنشوف بقى الإعلام حيهتم بتحليل اللقطة زي لقطة ماتش الزمالك ولا لا ده أكتر بكتير لأن أنا عايزة السؤال الكابتن الشناوي النهاردة يشاء القدر أن ابنه يكون شريك في قرار مماثل بعدها بـ 48 سنة بـ تاني يوم أي رأك يا كابتن شناوي بس الله يعني رأك إيه؟ بنيت ولا مش بنيت بس طيب يبقى إحنا شوفنا أراء الخبراء الأجانب المجردين من الهوى والغرب في أن ما فيهاش ضربة جزاء زميلنا إبراهيم عبد الجواد قال لك عايزين نشوف الإعلام والناس هتتكلم على واقعة الأهل زي واقعة الزمالك ولا لا أولا مفيش وجه للمقارنة لأنه الصخب اللي صاحب مباراة الزمالك والبنك الآلي كان أساسه وسببه أن الحاكم راح شاف عمل تشيك فيديو واتكلم بلسانه في حوار مع ميدو سلامة حاكم الفار وقاله يخرب بيتك ميدو ده ما فيهاش حاجة ده الكرة جاهة من الأرض والإيد في الوضع المبرر يعني خالف قناعاته يعني هو الراجل أعلن عن رأيه وعن قناعاته اللي كان على فكرة صفر بها في الملعب هو مصفر على فاول للبنك الأهلي فلما استدعاه وألحى عليه ميدو سلامة ميدو سلامة اللي ما حد شاف حد متحامل على الأهلي أكتر من ميدو سلامة وعلى فكرة معروفة لدى الحكام أتكلم مع حد كذا حد من الحكام يقول لي ميدو سلامة بيكره الأهلي جدا ميدو سلامة ما يحبش الأهلي قوي يحب ويكره مع نفسه يروح يشتغل شغلانة تانية مش متطلبة توفير أقصى درجات الحياة بين الأندية بغض النظر عن الميول فبالتالي لما يجيبه ويصمم ومحمد عادل يحسه أنه تورط وقال له خرب بيتا كميدو ده ما فيهاش حاجة هي كانت المشكلة يا إبراهيم أنه فجأة الراجل بعد ما قال كده وكشف عن عقدته وعن رأيه عمل يوتيرن ورح مصفر ضربة جزاء هو ده كانت اللغز الكبير قوي المشكلة أنه حصل تسريب وتأكيد أنت عارف أنت لما الاتحاد يقول أنا هحقق مع اللي صرب إذا اعترف بالواقعة ما حصل طبعا وإلا ما كانش كان بسهولة جدا يقولك تسريب مزيف أيوة ويشتغل على هذا الاساس إنما هو حقق مين اللي صرب إذا الواقعة سليمة صحيح مبدئية اتنين طب الواقعة بتقول إيه إيه اللي سمعناه اللي حضرتك قلته بالظبط هو ده الكلام إحنا ملنا فالفارق باللي اتنين لو تقصد واقعة الأهلي هدينا أسمعناك رأي الخبراء إلى جانب المجردين من الهوى لليهم في الآله لدرجة إن منهم الراجل اللي إبراهيم فايق قالك هو الراجل بيقولك الأحمر والأسود مش عارف الاتنين مين لكن بيتكلم على الواقعة نفسها هديك شفت الرأي الأجنبي المجرد عمل إزاي أما وإنه الربط بين الاتنين والمصطرة الوحدة أعتقد الأهل الأكثر ضرراً من غياب المصطرة الوحدة تضرراً 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 يعني تمشي الاتنين بس نتكلم فيها في الفاصل لكن عايز أقولك على حاجة إذا كان عمر أديب الراجل قالك هاتو الدرع الده للأهلي وريحه دماغكم فهو نفسه عمر أديب اللي دايماً ما بيعترف بقيمة الأهلي وجدارة الأهلي وأحقية الأهلي نفكره نهني النادي الأهلي بفوزه بالدرع درع الدوري العام المصري النهاردة يقولك إيه يقولك الدرع طلع يتفسح شوية ورجع تاني يعني النهاردة لو إيه يقولك يقولك إحنا مطلعين الدرع بس إيه يعني من عندنا كده علشان يعني يشم هوا ونرجعه تاني ما بيروحش على إنت يعني بيروح لايمين ولا شمال رغم نوبس ممكن يعد الكبري يعني بس يعبر الكبري إلى نادي الزمالك ولكن أضطر طبعاً إن أنا أهني النادي الآلي بالدوري بس أنا بقولكو حاجة داخر دوري الآلي زي كل سنة بقول كده داخر أهني اللي جاية الزمالك هو اللي حياخد الدرع إن شاء الله بجد تانية للنادي الآلي الآلي يستحق الدوري طول الوقت فارق بعدد كبير من النقاط وهدي الدرع أقول لي مش عارف يعني مرة نفس أتصور طب أنا عايز أقولكو حاجة أتصور جانبه في الأهلي ألف مبروك للآلي وألف مبروك لجمهور الأهلي حاجة جميلة بس أنا بقولكو إن دي آخر لازم كده دي آخر سنة الأهل هياخد فيها الدوري العشر سنين اللي جايين الزمالك هياخد الدوري هنا هنا المشكلة اللي خلت الأستاذ عمر يبدو كان يعيش الصدمة فقال الكلام اللي قالوا واللي نقشناه إن آخر دوري حياخده الأهلي آخر بطوله حياخده بالمجرد ما يحقق انتصار في يعني جدارة يعني السوبر إفريقي إزا ما ليه كان أفضل وإحنا وإحنا نتفرج قلنا كده والأهلي كاسبان واحد لا الطريقة دي إحنا ما نش هنكمل المطش بالطريقة دي آآ ف زي أما احنا بنقولها بالبساطة والثلاثة دي لاني بتقول إن الأهلي كان أكثر جدارة جدا 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 في السوبر مصري إنت هتغير الاسم لكن الطرفين هم هم يعني وفي نفس الفترة الزمنية ف اللي أنا عايز أقوله يا أستاذ عمر ما توقعش المسألة بقى تخاطب قناعات وتتكلم ناس وتعيش المظلمية مش أنت مش أنت يا أستاذ عمر لأن لو جبنا لك كلامك والله بحساباتك لا فيه فيه يعني هتقول يا ريتني ما قلت كده هتقول لكن أخو الجهالة في الشقاوة ينعموا بعض الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا درع أديب لما المنطق يغيب وتلاقي كل الهرتلة وكل الهري والهبد والحز والكلام اللي ملوش أي معنى غير تصدير صورة سلبية على النادي الآلي هنفضل دايماً نتصدّلها بالمعلومة والحقيقة والوثيقة والمنطق لكن المشكلة مش في عمر أديب بس المشكلة أن زي ما قال أبو الطيب المتنبي وأخو الجهالة في الشقاوة ينعموا قال لك زو العقل ينعموا أو يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعموا ممكن يعني كل واحد يعني الأهل مكبر دماغه وشغال بعقله وشغال بترتباته وبينعم هو وجمهوره في حصاد العقل والشغل بتاعه وسائب كل الناس اللي بتهري وتهبت ضده ينعمونا في هذا الجهل الشديد ممكن تتوسط لي عند المتنبي لأن لو عايش دلوقتي حيقول وأخو الجهالة والتدليس في الشقاوة ينعموا حيحط التدليس لأن معظم دون مش في جهالة بس الخطورة هنا هو يعلم الحقيقة ويتجهلها ويقلبها زي العقار اللي كنا بنتحدث عنه طيب أنا ليه بقولك وأخو الجهالتي في الشقاوة ينعموا بكرة مش بعيد بكرة الثلاث في العاصمة القطرية الدوحى الاتحاد الدولي لكرة القدم عامل مؤتمر للفرق المتأهلة لنصف نهاء الانتر كونتيننتر الاتحاد الدولي والدعوة للنادي الآلي والنادي الآلي أوفد المهندس سامير عدل المدير إداري الكبير لتمثيل النادي في هذا المؤتمر عشان يتكلموا على التنظيم الكامل للنصف النهائي والنهائي في الانتر كونتيننتر وعن ترتبات كاس التحدي كاس التحدي دي يوم 14 ديسمبر هتجمع الاهلي كبطل للأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي اللي هي ممطقة اليوكيانوس مع الفائز من بطلاي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية بتشيكو المكسيكي صعد هيلعب الفائز من بطلاي البرازيل اللي بيلعبه على البطل أمريكا الجنوبية المباراة هتبقى يوم 11 12 في الدوحة الفائز منهم يتفضل يقابل الأهلي يوم 14 والفائز من مباراة 14 يلعب الفاينال مع ريال مدريد بكرة 3 في الدوحة المؤتمر التنظيمي التنسيقي الخاص بكأس التحدي تقول لي ايه هو كأس التحدي اقولك الاتحاد الدولي لما عمل بطولة الانتر كونتيننتل عملها في السنوات اللي ما فيهاش كأس العالم للأندية يعني كأس العالم للأندية اللي هتتلعب ان شاء الله تعالى سيف 20-25 في أمريكا بمشاركة 32 نادي بينهم طبعا النادي الاهلي السنة اللي ما فيهاش كأس العالم للأندية ومنها 20-24 السنة دي تتعامل الانتر كونتيننتل بين أبطال القرات فالفيفا أراد لهذه البطولة ان تبقى على مراحل وكل مرحلة لها كأس كأس الأفرو أسيوي والهادي اهدئت للنادي الاهلي وتسلم المهندس هاني أبو ريدا خطاب التمثيل والتكليف من الاتحاد الدولي فوضوا بتسليم الكأس وميداليات الفائز في الدوحة يكون يوم 14 كأس التحدي الأهلي بطل الثلاث قرات مع البطل الجديد اللي حيبقى يا لاتيني يا أمريكا الشمالية مع كل هذا الوضوح ومع كل هذه الصفة الرسمية ومع جايزة 32 مليون دولار اللي الحمد لله لا ألفاز بيها هتلاقي أخه الجهالتي في الشقاوة ينعمه ويرددون مين قالك دبطولة رسمية مين قالك الفيفا معترف بيها كلام بقولكه غريب جداً خطرته إيه إنه بيشكل وعي الناس ومعلوماتها ما أنتو حتلاقوا في ناس كتيرة فهمة ووعية وفهمة ومدركة وعارفة الهاري والهد بس في قطاع من الناس بيتأثر بكلام فرغ أو بيريحها هذا نوع من التفسير أي يعني أنت قلت إيه الأهلي بصفاته بطل أفريقيا وآسيا والأوقيانوس وشرحنا عن إيه الأوقيانوس اللي هو بطل الأوقيانوس إذن ثلاث قرات أي عايش تسميه إيه بطل القرات الثلاثة وهو اسمه كده مكتوب عكاس كده والناس عشرت إليه بكده أي أنت مش عايز تعترف بيه وماله آه يا سيدي إنعم في شقاوة لا إنعم ريح دماغك وهي ما حصلتش أنا مش شايف مين قال الكلام ده؟ الفيفا؟ يا رجل تعال ستقول الفيفا؟ وإنت مش قد أنك رايح قطر تلعب ماتش طبع الفيفا؟ يا رجل فيفت إيه؟ إنت حور؟ والله ما ت... يعني إحنا بيننعم بعقلنا وابتهدنا وجهدنا ولا تتركوا الأخرين اللي مش عايزين يواجهوا الحقيقة يعني عمونا؟ إذا كده بيرايحهم إحنا إيه اللي دايقنا؟ طيب حنشوف بقى المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي كان في ضيافة أون تايم سبورتس سؤل عن هذه البطولة نشوف رده لقب بطل القرارات هل طلبتوا أن تحطوا على تي شيرت؟ ما حصلش ما حصلش أصلا مين يعني يعني الناس بتختلق حاجة وبتصدقها وبتبطي تتكلم فيها ده السوشال ميديا دي من ضمن... السوشال ميديا طالما دي مش بطولة أراك فدي من ضمن الحاجات اللي مش مظبوطة خالص والأهلي لم يخاطب ولن يخاطب حاجة زي اللقب ده فاتكو تصدق خلي بالك أنا عايزة أقول حاجة ده فيه أربع تروفيز في البطولة دي يعني أربع كسات أربع كسات هل المكافئات دي خلاص حطتوها بتاعت البطولة دي؟ كابتن محمد رمضان حطاها أو مع كابتن محمود الخطيبة أرقام كبيرة؟ أرقام كويسة لأن كنا محتاجين أو كابتن محمد رمضان وكابتن الخطيب فكرهم إنهم عايزين يدفع للعيبة والجهزة طيب لما ناسوا ناقش إن الأهلي طلب من الفيفا إنه يسوق اللوجو ويسوق ويحط على فنيلته والفيفا رفض ده جاهل ولا تدليس؟ جاهل تدليس لا، هو تدليس يقبله الجاهل أيوة تدليس اللي مش عارف هيقولك آه شفت بقى ده الفيفا رضانه من الصعص عين ورافض طلع قالك ما حصلش ومش هيحصل لأن إحنا مستنيين يمكن إحنا كل خاطه يمكن ربنا يكرمنا وناخد لقب أعلى منه لكن حقيقة الأمر إنه خدت كاس مرحلة هذه مرحلة لها كاسات يعني لو هي ملهاش قيمة أو ملهاش تصنيف ما كانش إداء كاس كان استنى للآخر إذا بطولة كاس القرارات بتاعة الأمم ما بتاخدش على كل ماتش كاس بتاخده عطاية للنهاء لكن هو شايف إن دي تستحق أن تخلد فبيديها كاس يبقى لها تصنيف طيب اللي قاله المونس خالد مرتاجي ده على فكرة يا جماعة بيوضح أزمة بتحصل إنه الناس تطلع إشاعة وتبني عليها قراء وتفضل المسالة تتفاعل وتتعمل نصبة وحكاية والآل في الأصل ما طلبش وما قالش وما عملش لكن يتحكي فيها كتير قوي هتلاقي مثلا أنا أقول لك على حاجة وأنا بس يا سيد الرئيم والنبي لعزة سميها أشاعة وتتدعي تدعي وضع عشان توصل لنتيجة هذا هو التدليس فتلاقي زمل صحفيين يسألوا لو هنكتب اسم البطولة نكتب إيه نشوف بطولة ولا مش بطولة اللي هي إيه النادي الأهل خد مبارح بطولة ولا مخدش بطولة أكيد بطولة لكن مش محتاجة كل اللي حاصل دوت لسبب لأن البطولة دي ما أنت تبقى بطن نص العالم أو نص الدنيا طب الزمالك عمل البطولة دي مرتين 88 و 97 عمل البطولة دي وعاد وكان برضو بطل أفرق سوية بطل أفرق سوية مرة وثنين مرة مع فروكاو الياباني ومرة مع بوهنجلي إيه اللي بطولة؟ انت بكلم على البطولة تلاغت قول لي اسم البطولة الألكسك أنا صحفي عايز أكتب عنوان الألكسك بإيه؟ أستاذ ماهر وهو راجل له احترام وتقديره عندي لينه من الناس القديمة يعني صحيح لكن لا ملعبش البطولة دي خلص الزمالك بصوا جماعة عشان بس فضل للاشتباك بطولة الأفرق أسيوية الزمالك خادها مرتين والأهل خادها مرة واتلاغت لكنه هذه الكأس كانت وفقاً لبروتوكول بين الاتحادين القر والأفريقي والأسيوي واتلاغت وما كانتش ما عادتش بتتعامل طب أسألك سؤال يمكن أنا كتحت مظلة الاتحاد الدولي؟ الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأسيوي الاتحاد الدولي ملوش علاقة ملوش علاقة البطولة الحالية الانتر كونتيننتل وماهر غريب الراجل راجع من الدوحة بعد سنوات عمل طويلة يعني يملك الفرصة إنه يسأل الأخوة في الدوحة المؤتمر اللي انت بتستضيفوه ده بتاع ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يعني سهلة جداً ومين اللي بينظامه؟ يعني وبعدين لو الزوال الصحافين مزنوئين في العنوان قالك لو أنا هكتب البطولة بطولة القرات التلاتة يا سيزم بطولة التلاتة القرات زي ما الفيفا قال الأهلي أول نادر خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يرفع كأس من الفيفا ما حصلش إنه بره أمريكا الجنوبية وأوروبا حد فاز بكأس تحت مزلة الاتحاد الدولي لكرة القدم طيب البطولة سهلة بطل أفريقيا وآسيا والوقينوكس طيب ليه ما ردوش عليك أنا مستغرب يعني؟ الموقع الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم حتشوفوا الصورة المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي تبث مباشرة ومجانا على منصة الفيفا يعني مفترض إنه إحنا منكنش معنيين لإثبات دليل لكن لو زميل صحفي عايز يعرف يكتب إيه؟ لا خش على موقع الفيفا خش على موقع الفيفا وقال حتى فيه المباراة إنه بيتقابل الأهل المصري والعين الإماراتي في القاهرة يوم الثلاثة 29 أكتوبر تشرين الأول في الساعة عشرين بالترتيب المحلي أو بالتوقيت المحلي وسيتوج الفائز بينهما عشان بس الجملاء باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القرات للأندية اللقب الأول يعني ده لقب ده لقب وسيتآهل بطل أفريق أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي إلى مرحلة كأس التحدي فيفا المقررة في ديسمبر كانون الأول بالعاصمة القطرية الضحة إيش متاني في البطولة؟ مرحلة طيب على الصفحة الرسمية للفيفا كتب الفيفا الآهل بطلا للقرات الثلاثة أنتوا مش عايزين تصدقوها أنتوا عايزين تعيشوا في مية البطيخ برحدكم بجد اللي مش عايز يصدق الحقيقة اللي الاتحاد الدولي بيهنى النادي الأهلي بيها وإنفنتينو يهنى الكابتن الخطيب بيها دي حاجة تخصكم لكن توزيع هذا الأمر بهدف التقليل من إنجاز وقيمة ما حقاقه النادي الأهلي لا مش هتعدي مش هتعدي بجد وهنرد بالشكل ده اللي مكسل فيكم يخش على صفحة الفيفا هندخانه عنا كنت عنا كنت بالظبط فشفتوا الآهل بطلا للقرات الثلاثة على الصفحة الرسمية للفيفا كتب أيضا على نفس الصفحة الآهل يفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي اللي هي قارة الاوكيانوس يعني الصفحة الرسمية للتحاد الدولي لكرة القدم الآهل يفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وسيتقدمون الآن إلى كأس التحدي لكرة القدم يعني أنتوا لسه المسألة جاية أصبروا شوينة لسه فيه كأس تانية جاية يعني مش هتخلاصوا من الكأس دي ده الفيفا بقول لكم الأهل يراح للكأس التانية اللي هو كأس التحدي أنتوا مش عايزين تستوعبوا فكر البطولة ونظامها؟ لأ ده حاجة تخص لكم ربنا يا ساهل حاجة تخص لكم حاجة تخص لكم في النهاية أنت بتنافس وأنت بتنافس أبطال قرات ده شيء رائع جدا للكرة المصرية بإذن الله نقول يعني إن شاء الله تعالى الأهل يوفق فيها ويقدم مردود طيب ولو ما كانوا الزمالك ولو ما كانوا بيرامدز ولو ما كانوا السيراميكا ولو أي نادي المفترض إحنا كمصريين نسعد بدا ونفخر أنت بتتكلم فيه إنجاز كبير جدا إن الأهل يكسب بطل آسيا واللي هو كان كسب بطل الإوقيانوس ويتأهل لمرحلة جاية للتحاد الدولي بيتكلم عليها وتحت عنوان أرقام قياسية وأخرى رائعة للنادي الأهلي في كأس القرات للأندية ده موقع الفيفا موقع الفيفا اللي بتكلم على الأرقام القياسية ده الفيفا حاطتكم في دماغه قوي الفيفا بصراحة متوسط يعني قال لك موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم إنتوا شايفين في صورته هو بيقولك الأهل المصري وصل مسيرته المميزة في بطولة الفيفا السنوية للأندية والتي تشهد شكلا جديدا تحت مسمى كأس القرات للأندية حيث حقق الأهل انتصارا عريضا على العين بنتيجة 3 صفر ليلقب بكأس أسيا وأفريقيا والمحيط الهادي موقع الفيفا كمان أكد أنه كأس أسيا وأفريقيا لقب عالمي الكلام بكله قدامكم وكتب الموقع الرسمي عن أرقام الأهل الكبيرة بقى أنه بالفوز الذي حققه الأهل على العين الإماراتي في كأس أفريقيا وأسيا والهادي زاد من روائع أرقامه الفيفا اللي بيقول كده أن الأهل بهذا اللقب زاد من روائع أرقامه القياسية عالميا من خلال بطولة كأس العالم للأندية وبطولة القرات انتر كونتينينتل وهي هنا الفيفا اللي بيعدد أرقام الآلي وروائعه القياسية قالك الآلي هو وصيف الفرع الأكثر تتويجا في العالم بعد ريال مدريد ها في توسيق أعد أحسن من كده في تأكيد للقيمة أكتر من كده في سبب لسعادة وفخر أي مصري وعربي وأفريقي أكتر من كده الفيفا اللي بيقولك ريال مدريد خمسة ميداليات ذهبية برشلونة أربع ميداليات منها ثلاث ذهبيات وفضية واحدة والأهل أربع ميداليات برونزية الأهل محتوط في الفيفا في خانة مع برشلونة وريال مدريد بيقول الفيفا كمان الأهل سجل أربع وتلاتين هدفا في بطولات الفيفا للأندية ليأتي خلف ريال مدريد المتصبر بعدد أربعين هدفا بعد مباراة العين وصل عدد مشاركات الأهل إلى ستة وعشرين مباراة في بطولات الفيفا وهو رقم لم يصل إليه أي فريق في العالم إحنا بنقرأ من موقع الفيفا قالك حسين الشحات أكثر لاعب شارك في عدد ستاشر مباراة منها أربع مباريات مع العين الأهل يطارد رقم ريال مدريد الأهل يطارد رقم ريال مدريد ده الفيفا ده حسين الشحات اللي هو بره متخب أهل واحد تاني أهل يطارد رقم ريال مدريد في عدد انتصارات بفرق انتصار واحد لسالح ريال مدريد بعدد تلاتاشر فوزا والأهل اتناشر وده رقم الحقيقة محتاج تصحيح للفيفا إحنا اللي بنصحح له الريال اتناشر والأهل اتناشر احقاقا للحق يا نحن ما بنقبلش حاجة تقرير الفيفا بيأكد انه كاسل قارات الانتر كونتيننتل بمرحلها الاربعة هي بطولة معترف بيها بطولة قوية بطولة جديدة علينا وعلى فكرة البطولة الجاية بطل الاوكيانوس هيجي لعب بطل افريقيا مش هيبدأ بطل اسيا لانه نظام البطولة انه اول مباراة تتلعب ارعى بين بطل افريقيا وبطل اسيا مين اللي يلعب بطل الاوكيانوس المرة دي القرعة خدمت الاهلي ان خلت العين هو اللي يستضيف بطل الاوكيانوس المرة قالك ويتم التنوب يعني المرة الجاية بطل الاوكيانوس هيروح لبطل افريقيا وبطل افريقيا في الراوند التاني لو كسب يروح يلعب مع بطل اسيا في ملعب بطل اسيا عكس اللي حصل السنة دي يعني يفضل دايما عملية التدوير شغالة بين افريقيا واسيا والاوكيانوس ده النظام بتاع البطولة لكن شهادات تانية مهمة جدا لعل أخو الجهالة في الشقاوة ينعمه بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وهو فيه جهالة أو تدليس على حد تدقيق المهندس عدلي أكتر من أن يطلع لك حد يهجس ويقولك الأهل فاز بطولة ترعة المحمودية ده اللي خلل صديق العزيز طرق الأدور النقد الرياضي الكبير يتحدث عن ظاهرة بعض لعيب الكرة القدامة اللي بيدخلوا فيه قضايا بجهل شديد وبينتقى طرق الأدور هذه الظاهرة اللي أتمنى على كل القناة أن تنتبه إليها نجوم الكرة السابقين ممكن جدا يتكلموا كويس قوي في فنيات الكرة وتحليلاتها بعضهم طبعا لكن فيه البعض منهم مش الكل البعض منهم يتحدث فقط بغرض الإساءة للنادي الأهل بغرض مش جاه والمطلوب منه فقط والله ما فيه مبرر واحد أنه يصطدف غير أنه جايبين وعارفين أنه هو هيخبط في الأهل هيهجس ضد النادي الأهل هيقول كلام موسيق ضد النادي الأهل هيعمل لهم نسب مشاهدات عالية وبأسر بضاعة وبأسر بضاعة بجد ده كلام يجب أن نحن نتخلص منه لأنه فعلا الإنجاز اللي النادي الأهل عمله إنجاز شفته الفيفا بيتكلم عنه إزاي لا كمان صحيفة آز الأسبانية تقرير لها الأهل الأكثر نجاحا على ضفاف النيل وقد يكون التحدي الأخير لريال مدريد في عشرين واربعة وعشرين بصوا آز الأسبانية حاجة بنتكلم على الرصانة والقيمة بصوا نظرتها للنادي الأهلي بطل مصر وإزاي ده ممكن تبقى دعاية رائعة جدا للكرة المصرية والقيمة مصر وقضية كل إنه بيرشحك لعب إنك تكسب باتشوكا وصفت الصحيفة المدريدية الأهلي بأنه الفريق الأكثر نجاحا على ضفاف النيل المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا وتأهل إلى نصف نهائي كأس الانتركنتيننتل بعد إقصاء العين إنجاز الأهلي ضد العين الإماراتي وجه بسبب الأستاذ حتم زكريا النقد الرياضي الكبير مدير تحرير الأخبار تحية تقدير وإعزاز للأهلي بطل نصف الكلة الأرضية وده اللي وصفه الكاتب الصحف الكبير الأستاذ محمد حسن البنة رئيس تحرير الأخبار السابق إنه الأهلي شرف مصر وقال لك لم يكن الأهلي فقط هو الرائع بل الأروع منه جمهوره والأكثر رائع التنظيم المسالي للبطولة يا جماعة بعيدا عن أخو الجهالتي شوفوا زول عقلي بيتكلموا على الأهل إزاي وشوفوا الزميل المحمودي محمد المحمودي زي شاف بطولة الأهلي واللقب اللي الأهلي حققوا في الانتر كونتيننتل قيمته إزاي نسمعهم هنا موضوع عدم حقية الأهلي بإعلان أنه هو خد بطولة معترف بها من الفيفا وأنه الأهلي العالمي في هذا السياق الحقق إنجاز لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية بالفوز ببطولة معترف بها من الفيفا عدم موجود أحقية والتشكيك في هذا الأمر هي حاجة في منتهى السخافة مش زند الجمهور إنه بعض الأشخاص ما يعرفش البطولة اسمها إيه قبل المباراة بأيام المهندس هانا بوليدة اللي هو إيه؟ اللي هو الرجل بتاع الفيفا ليه هانا بوليدة أمانس هانا بوليدة عام حفظ الأرقاب كان بيسلم المداليات ليه؟ جدعانة علشان ده ممثل الفيفا في هذه المباراة عضو المكتب التنفيذي في الفيفا كان موجود في أرض الملعب بيسلم المداليات لعبت الأهلي علشان هو الرجل بتاع الفيفا السكورشيت اللي عليه مرقب المباراة وحكم المباراة والراجل اللي جاي مش عارف إيه وإيه 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 مين الناس دي وجنسياتها إيه؟ تعالوا نبص مسؤولي الفيفا في مباراة الأهلي والعين المنصق العام غالي العمراني كان دي المنصق الإعلامي جوانا زيوس من بولندا المنصق الأمني من سويسرا هاني أبويدة مندوب الفيفا في المباراة ده السكورشيت سيكتب في التاريخ أنه أول فريق مصري كان موجود هنا خد بطولة للفيفا من هنا ولا شأن لذلك بأي تشكيك يعني أما بقول لك شوف المحمود يسرد لك المسؤولين في الفيفا المسؤولين عن المباراة وأن هاني أبويدة مسؤول الفيفا في المباراة يوم يطلع البعض المدلسين يقول لك تصريح لهاني أبويدة حضرت المباراة بصفتي واحد بيحبه كرة القدم ولا أعلم شيئا عن أنها تابعة الفيفا أو الكاسب يعني اللي هو سلمها طيب المحمودي وإبراهيم فايق قال إيه فكرة مش بس في كده فكرة أن أنا استغربت أن هناك من يشكك في أن البطولة دي تابعة للفيفا أنتم تهرجوا يا جماعة بجد بتهزروا ولا بتهرجوا بتكام بجد الناس تقول لك قصة والبطولة دي تنطش يعني إيه بطولة بمطش وإيه اللي يعني إيه بطولة بمطش إذا كان للمدريد نفسه هيلعب بطولة كلها على بعضها هيقفل العدات بتاعها هو رايح آخر واحد بطولة بمطش كسل عالم للأندية بطل أوروبا بيروح لعب له مطش وشكرا هي نظامها كده يعني عمل لها إيه يعني أنا الحياة مستغربة لدرجة أن أنا عادت شكت في نفسي إحنا عندنا التنظيم بتاع الترتيب كله مع الفيفا إحنا كقناة ناقلة للحقوق اللي ليه علاقة بالمباراة أنا متعامل مع الفيفا أنا متعامل مع الفيفا سيباك موقع الفيفا أنا متجنون أنا متعامل مع الفيفا أنا اللي ببعث أقول لهم فلان وفلان 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 من عندي هنطلع التصريح من عندهم إحنا اللي بنتعامل مع الفيفا إحنا كالقناة MBC بنتعامل مع الفيفا علشان خاطر التصريح بتاعتنا عشان الترتيبات التنظيم الناس تدخل الناس اللي تخرج الكاميرات كل حاجات دي كلها يا أخي يعني انت ما لفتش انتباهك للكاسوة اللي مكتوب عليه لا ما لفتش انتباهك الموقع والموقع الفيفا وموقع الموقع ما لفتش انتباهك كل ده طبعا بدأت أنا كمان أشك في نفسي ومال إحنا كنا بنتعامل مع مين يا جماعة خلال الأسابيع اللي فاتت دي بس بصراحة ساذ إبراهيم أنا ما توقعتش يا إبراهيم فاهم بيبقى بالسزاجة دي ويدحك عليه واحد عمل نفسه فيفا هو مش فيفا هو طب يقولك احنا تعملنا مع الفيفا ده واحد يعمل فيفت ايه ده واحد عمل نفسه فيفا ويف بيديلك تصريح وبيديلك حاجات والرجل مش مش فيفا خالص انت احتفى مكتر من الناس اللي بت اللي بتقولك الكاس دي اسمها ايه والصورة الكاسة هي مكتوب عليها ايه يا ساذ براهيم مكتوب عليها ايه هو قال الساذ براهيم الراجل بيقولهم هو لا تعمل ده أنا بجاوبات رايحة بينه بيني بين الفيفا باشتري حقوم الفيفا يقولوكو ايه اكتر من كده يعني هذا الامر لمن لا يريد ان يرى الحقيقة اللي أنا بتوجعه خاص بالعكس انا حطبطب علي يقوله لا 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 حبيبي دي مش من الفيفا خالص واغمزك وقولك استاذ براهيم تعالى نحتفل وننهي ننهي الامر والله بصوا يا جماعة وهذه الصورة صورة التتويج والاحتفال القيمة يعني القصد في كل اللي انت شفتوه ده في الحديث عن اخو الجهالة يا جماعة اللي الاهل عملوا اضافة كبيرة جدا لتاريخ الكرة في مصر دعاية كبيرة جدا للكرة المصرية صورة حضرية مشرفة جدا للكرة المصرية والافريقية استحقق عليها كل هذه التهاني والتبركات اي حد متدايق من انجاز الاهلي ننصحه يحاول يلتزم الصمت شوية لانه اللي بيحصل ده انجاز كبير وانت بتضغط على نفسك زيادة والنادي الاهلي باستمرار لما بيتعصر في بطولة او في ممراء بيعرف يستفيق منها بسرعة لانه طموحاته اكبر بكتير مما يتصور البعض الاهلي بيبني الحاجات كتيرة جاية فاعصابكم شوية وانصحكم فعلا تلتزموا الهدو والصبر اخسار اصازة براهيم لانه لو مش هتعمل كده خد بالك انتصارات الاهلي ونجحاته هتفضل ضغط على عصابكم كتير انا معك بس كان نفسي ننهي بزين النوادي والله خلاص اعني غنيها مع بعض اذا كانتش جاهزة الا اذا فاجئنا شوارب طبعا لا مش جاهزة لكنه هو هيفضل الاهلي كده دايما زين النوادي وهيفضل الاهلي طموحاته اكبر بكتير جدا مما يتصور البعض وبيسعى لانه هو ده المنطق الرياضي على الانسان ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الخميس القادر ان شاء الله صباح لخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة